وخلينا نروح لفريق سيدات سلة الزمالك اللي وصلوا النهاردة خطاب بتقديم ماتش الأهلي في اياب دور ربع نهائي بطول الدوري المرتبط لمدة 24 ساعة كده الماتش هيتلاقي بكرة بدل يوم الثلاث على صالة دكتور حسن مصطفى الجهاز الفاني طبعا بقيادة كابتر مصطفى هادهود بيحاولوا انهم يفوزوا في الماتش اللي جاي رغم قلة الامكانيات وفارق الخبرات بالتأكيد زمالك لازم يكسب فارق جبير هو فريق المرتبط الموضوع مش أسع الحاجة يعني خلينا على أرض الواقع ولكن بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق طيب نروح للفريق الأول الكرة الطيرة بنادي الزمالك اللي رجع للتدريبات النهاردة على صالة النادي بعد الراحة السلبية اللي أخذها الفريق امبارة الفريق هيتضرب نهاردة وبكرة وبعده هاخد راحة يوم الثلاث وبعدين هيرجع للتدريبات إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي الفريق هيتسافر اسكندرية بعد التدريب يوم الأربع علشان يدخل معسكر مغلق هنا لحد يوم السبت هيلعب فيه ثلاث مطشوات ودية مع سموحة وسبورتينج والاتحاد أيام الخميس والجمعة والسبت وده طبعا ضمن خطة الجهاز الفني علشان تكثيف الاستعدادات للموسم الجديد اللي بالكتير هيكون بدايته أول شهر ديسمبر اللي جاي بإذن الله نروح لاتحاد الكراتي التقليدي اللي أجرى الانتخابات النهاردة وفاز المستشار رامي المكاوي برئاسة الاتحاد لدورة جديدة بالتسكية الجمعية العومية للاتحاد الكراتي التقليدي اتعاملت النهاردة بحضور مندوبي الأندية الأعضاء وعداتهم ستة أندية برئاسة المستشار القانوني شادي الوكيل ومندوب اللجنة الولمبية المصرية وعلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد تقدم حضاثة المرشح وفاز منهم سبعة وهما طبعا عبد الرحمن رزق شريف أبو العنين أشرف علي حسين وأحمد محمد وإبراهيم حسن المصري وأمل فاروق وأيمن يونس اتحاد الكراتي التقليدي بيستعد لتنظيم بطولة الماستر كورس الدولي وبطولة كاس القرات وبطولة مصر الدولية في الفترة من 24 لحد 30 نوفمبر الجاري في الصلاة المغطاة باستاذ القاهرة الدولي والمركز الأولمبي بالمعادي نروح لمنافسات البطولة العربية لدرجات واللي هتنطلق بكرة في مصر وتستمر لحد يوم 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد العربي للدرجات برئاسة الشيخ فيصل بين حميد القاسمي وهتبدأ بكرة منافسات بطولة الطريق واللي هتستمر لحد يوم 19 نوفمبر بطريق البادية بمدينة 6 أكتوبر وهيشارك في بطولة الطريق 8 دول هي مصر والإمارات سعودية الأردن والقطر والجزائر والمغرب والبحرين عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدرجات برئاسة الدكتور وجيه عزام الاجتماع الفني بحضور المستشار إسماعيل الحسني الأمين العام للاتحاد العربي للدرجات وسالم الشحي عمين صندوق الاتحاد ومشاركة الحكام وجميع مدربي ولعبي وإداري المنتخبات المشاركة في البطولة